ازا هيكم عاملين ايه يا رابط كنوب خير وفيديو جديد ويا ريت دوس لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة الاول مرة تشوفوا قناتي وفيديو النهاردة هنفتح مع بعض صندوق عشوائي والصندوق جاي باسم لوجي علشان عيد ميلادها انا خيرتها قلت لها يا لوجي اجيب لك هدية ولا اجيب لك صندوق عشوائي وهي قالت لي انا عايزة صندوق عشوائي علشان عايزة تتفاجئ بالهدايا اللي جوا فانا طرت صندوق عشوائي باسم لوجي في موقف عايزة باس تحكولكو بسرعة قبل ما نفتح مع بعض الصندوق لاني انا متحمسة جدا جدا اكتر من اي حد ان انا عايزة اشوف ايه اللي جواه الصندوق ده لاني انا نما طلبت اللوجي الصندوق كنت متخيلا ان الصندوق هيجي بقى في لعب اطفال هيجي كبير انا شفت صندوق عشوائي بما بيكون جاي الاطفال بتبقى فيه لعب فطبعا لعب الاطفال حجمها كبير فبتبقى محتاجة الصندوق حجمه كبير حتى انا قلت البابا لما يجي الوردر افتح انت استلم الوردر لان الصندوق هيبقى كبير ومش هعرف اشيله والمهم ان انا فتحت الباب لقيت ان هو ده الصندوق شكله كده وانا مكت خايفة انا ما عرفش اشيله وانا لقيته المندوق مدوني كده وانا مسكته تنحد شوية اللي هو ايه ده معقولة ده ده ممكن يبقى فيه ايه الصندوق ده يعني هو الصندوق ده قاب خمسمائة جنيه بس برضو خمسمائة جنيه اللعب الاطفال ممكن اجيب لعب حلوة وكتيرة يعني فانا اذا شوف اللعب اللي فيه شكلها عامل ايه عايزة تقولي ايه عايزة اقولي ده اللعب اللي احنا بنشتريها ده اكبر منه ايوا ما هو انا عشان كده بقى عايزة اعرف عايزة اقول ايه اشتركوا على القناة امش اشتركوا على لايك والدس على الزرعي الأحمر والدس على الزرعي الجزر الجرز الجرز وكمان وصلوا للفيديو ده لمتين الف لايك لمتين الف لايك مش تمام فاحنا هنفتح مع بعض دلوقت الصندوق وهشوف الصندوق جوه الصندوق الصغنون ده لو اصغر صندوق عشوائي انا عمال اقولي لوجي انت هيجيلك اكبر صندوق عشوائي لوجي لما شافت الصندوق ده جات قيتلي ماما وفين الصندوق قلتلها وقيتلي ده صغنان قوي قلتلها يعني هنشوف الهدايا اللي فيه هنشوف الهدايا اللي فيه وبعدين نحكم على الصندوق اذا كان يستاهل كيمتو ولا لا بصوا هو بقى ان فيه كور زي الصندوق التاني اللي كان فيه كور كتير جدا ايوه ما هم لازم يحطوا الكور دي جنب الصندوق يلابع نفتح مع بعض بص يدومي عايزك ترجع لورك شوية كده هنفتح مع بعض حاجه 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 و هنشوف ايه حاضر دي محتويات الصندوق في كيس شيبسي مع شوكولاتة سنيكرز وجوه بقى في حاجات المقفولة دي كلها اللي احنا هنفتحها مع بعض حاضر نفتح بقى اول حاجه قوليلي لو جيلينت شايزة انا هفتحه و هفتحه دي انا ايه ده خلص نفتح ده وبعدين نفتح نشوف ده ايه دي بقى ايه دي هنشوف كل حاجه هبدا ايه ده دي ايه دي ايه دي ايه دي ده كارت في الا ايه دي بتاع تلسوري دي بتاع تلسوري الهي بتعمل البابلز بابلز دي اول حاجه تلقى لنا كارت فيه ثلاثة ميل بابلز نحط اللاعب هنا وبعد كده ناخده نفتح اني انا ادم الانتاج نفتحها دي لا دي ايه دي دي ايه دي نفتح الا ادم اختارها ايه دي اللي بتبقى مع اسمها اسمها ايه اسمها ايه ايه اللي هي مقدارة مكبرة اه بتخلي الحاجه الكبيره ايه هيجا تلقى تلقى لوجي تلقى تلقى لادم انا بقى اوزة اقولك ان اختار ايه ايه دي افتح ام تقول له هيتفتح كده كده خلقى نفسها وااوح سلسال 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 وااوح و معاه و كده البلاستيك اللي بتشكل بيها السلايم واوح حلو القوي يوم وقت يوم وقت اشتر اني اشتر اني تاني ها نشترها هنشوف اكتر حاجة اجبيني في الموضوعين الكيس البابلس اللي بو در لنا اشتر عروسة لا اشتر عروسة عروسة السة 3 عروسة 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 ربركم حلوة هما نشوف هما نشوف واو بسم الله انا بقوله ابنى اشوف العائزة حاجة غريبة او جس لا عادي حابتيني غريبة او حاجة عادي انتي مبسوطة احنا ايه ده ايه ده دي نظارة كبيرة دي نظارة ايه دي نظارة يعني مش عارفة عايزة كم واحد يلبسها ده عاوزة كتير يلبسها عايزة حد كبير اوي ضخم جدا اوه لا عينة كبيرة ما مفيش حد عينه الكبري ده كله دي بقى نفتح ايه ده مختار اكبر علبة ااه ايه مش عارفة فيها ااة هنشوف فيها كل شي هينكشفين لو ايبات اه هنفتح أكبر من فوق بايدو بس انا بفتح من يعرفتée هي إيه حجة موسيقية الصبارة هي تخorianها? يعني إحنا اجيبناها عرف إنها هتي جي أنا مقنتش كاة هجيبها لا انتي مكنتش تعرف والرجل يضحك علي والدهاني غالية مش قادرة انس انا والدهاني غالية بقى عشان صبرت تباطع بس صبرت خينة بس دي تخينة او دي اضخم فايل 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 قال العلبة كده هنا دي اضخم ممكن دي شوية يعني مليانة شوية عادي شوف زي اللي عندي ولا لا نفس الاجاني نفتحها اه كده دي صوتها اجمد شوية فايل 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 هذا فيه اقدم راح يجيبها عشان يوريكم فرق ما بينهم اه وبالذات عادي من اللي ادي فايلة بذلو اه لا الاجاني مختلف وحتى هنا وكده انا بتكلم حتى هنا وكده انا بتكلم دي صوتها شوية واضح وعالي شوية واضح وعالي شوية واضح وعالي دي اطول منها دي اطول ودي اعرض دي اطول ودي اعرض ليه نا ماشي انا عزيه انا عزيه جبولي انا ماشي وانت انت عزيه حيبا جبولي انا على بكرة بشوف الندرة دي اللي اطلعتلي ندرة تاني بتشوفيها فين؟ عنات عنات فين بيعملوا بيها ايه بقى بيلبسوك ندرة تاني اده ندرة تاني ندرة تاني ندرة تاني دي لولادي دي بتاعتي انا بقى ماشي حبيبي ماشي حبيبي لبسها أنت يلا اختار ايه ثاني اختار 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 مرة نا ماشي مش كل كله اعنا حجيه كن tengo . ما هاديش هالعابيا به دي هنا دي اللي هي كده ونحط الكرة ونعمل كده وكرة تدخل في عين حد ونفتح الحاجة على قد هي يعني عادية بس يعنيVE في طبعاة ابي كيشام بيتملا وانا بطلب بعمل الوردر انا قيلة انه عند عشر سنين بس انا حاسة ان اللعب يعني بتاعت مش عارفها وقعامت قررها وحاجات مش بتاعت مش العشر سنين حاجة ممكن تلات اربع سنين يدعو بيها ثلاثة لوجي دي تواكس وانونة وحبل ومش حبل يا لوجي دي ممكن تكون توكى بردو بس بلاستيك هنبقى نشوفه مع بعض اه لا ده بيتحط فيه الحاجات دي وبنقدر نعمل منه يعني اكسسوار سلسلة اه نقدر نعمل منه سلسلة نعمل منه اسورة كده يعني انه هو حاطين فيه بلاستيك ده هنشوف هنشوف الاول ده وبعد ان نشوف الحاجات تانية ولا لا اه تي دي مم هي مكتوبة بالصيني بس يعني مكتوبة مكتوبة بلغتين الانجلش والصيني ومعها القلم ده ده قلم سحري بيتحط له مية ومفروض ان احنا بنلون به هنشوف بقى فيه حاجة تاني اه ضين فيه اه فيه اه فيش خلاص لا ما تلعبوش بديش هندي اكتر حاجة بتقزيني مؤزية في الشقة في التنظيف فلا سيبيها جوه سيبيها جوه فنحط بقى دول كده حاجاتي حلوة جدا لا عجبتك يا لوجي مش عارفة انا الحاجة يعني بصراحة ممكن تكون الصبارة هي المجلية الصندوق لاحظة يا لوجي اشيل بس ده يعني هي الحاجة انا شايفها عادية جدا الصبارة بس هي المجلية الصندوق و هي لكن الباقية الالعاب يعني ملهاش قيمة مش حتى هقول عشرة عشرين لا ملهاش قيمة فعلا يعني دي تلعبوشي كزا مرة في طويل ستية بو خمسة جنيه اه و مرة تلعبوشي لادم و مرة تلعبوشي لادم فدي و دي طبعا دي كلهم الالعاب انا شايفها حاجات رخيصة جدا يعني ما تتعداش بس دي بقى مش عارفة ال 10 جنيه 15 جنيه و حتى دي برضو يعني انا مش هخليها لان هي حاجات رخيص غنانة بس و لكن هي انا شايفة ان الممكن ال 585 بالتوصيل اللي انا دفعها في الصبارة يعني مش عارفة انتي مبسوطة اه فالمهم ان الوجي هالة تكون مبسوطة او عشانين الميلاد هنهار او عشانين الميلاد هنهار طيق تمش فهي او هيا دي افضل حاجة عاملنها اني انا ممكن ادم ياخدها انها او بلادي او هتتقسم بقى من ادم و لوجي يعني دي مثلان ادم و لوجي و هاناخد واحدة دي بقى مش عارفة انا جايباها وقبل كده ودفع فيها 2.80 جنيه اسكروا صلى على فكرة وده حلو قوي وبس كده دي محتويات الصندوق العشوائي اللي هو كان جاي اللوجي وقلولي انتوا رأيكم فيه انا شايفة ان طبعا ما يستحقش القيمة بتاعته وبس كده اتمنى يكون الفيديو عجبكم واشوفكم في فيديو جديد باي باي